ووصلنا سؤال من ما ذكرش اسمه بيقول المشكلة تبدأ من لما كنت عند أبويا وكان ابني معايا وشد قصات خاله وغلط فيه وخاله ضربه ضرب الولد يعني وابني قاعد يشتم وجده دخل وقال له فيه ايه يا ابني قال له انا همشي ومش هاجي عندكم تاني بس بطريقة مستفزة جده رد عليه وقال له برحتك ما تجيش وراح ابني متصل على ابوه وقال له خالي ابوه اللي هو يبقى جوز بنت الجد ده على ابوه قال له خالي ضربني وجده قال لي امشي ما تجيش هنا تاني وابوه صدقه ما سمعش مني اللي حصل عشان هو مش بيحب والدي وقال لي عايزة تعيشي معايا ولا تروحي لحالك بعد عشرة تمنتاشر سنة ولو عتعيشي معايا يبقى بشروط وهي ان اخواتك ما يدخلوش بيتي خالص وبناتي ما يروحوش عند جدهم وانتي لو عايزين يشوفوك يتصلوا عليك وتاني يوم ابقى ابقي روحي لهم لوحدك قول لي اعمل ايه يا فضلت الشيخ والله اخواتي طول عمرهم يزوروني وما عملوش في حاجة وحشة والله على ما اقوله شهيد ايه اللي بيحصل ده حاجة ولا ليه اي لازمة خالص الجد جد الابن ده لازم نستخدم العبارات لازم نعرف الفرق ما بين العبارات ما هي دي لما حد عايز يظلم حد ينقل العبارات من كونة عبارات مجازية الى كونة عبارات حققية هو الجد اللي لما بيقول لابن بنته كده بيقول له كده ليه او عايز يهذبه عايز ما يخلوش يشتم او صحيح خاله ما عندوش حق انه يضربه حتى لو انه هو عمل كده يرجع لابوه امه عشان هم الاقدر على استخدام الوسيلة المناسبة في تربيته وعشان في اللحظة دي ويبدو ان الولد في سن المراهقة عشان كمان ما يحولش الخال ده نفسه الى شخص مكروه عند الطفل ده او عند المراهق ده طب نعمل ايه بقى احنا وصلنا لهذه الحالة انا كلامي هيكون لشخصين كلامي لزوج حضرتك بس يا سيدي انت من حسن العشرة ان انت تحسن لزوجتك في اهلها لان اقرب طريق لقلب مراتك اهلها فانت عليك ان انت اذا كنت عايز تستجيب لقولي تعالى وعاشرهن بالمعروف ان انت تتجاوز عن ده وتتكلم مع حماك تقول والله انا كنت منتظر حاجة غير كده لكن يبدو والله واعلم ان انت كنت تترصد عشان تمنعهم انهم يروحوا بيتك او ان اولادك يروحوا لهم وإلا انا مش فاهم يعني ايه كل هذه الاثار غير الطيبة اللي ترتبت على سلوك من خالي الاولاد يبقى كل اخواتك لا ده هو واحد بس ده اخطأ طيب ما تكلموا وتفاهموا خطأه وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا لما نتكلم مع الناس ندفع بالتي هي احسن علمنا ايه كان يطبق صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه وليم حميم ده مش عدوك كمان فكان صلى الله عليه وسلم اذا فعل احد شيئا يؤذي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز هو فيه اكتر من ازاء عبدالله ابن ابي بن سلول انا عايز اقول ايه عايز اقول يا اخوان احنا لازم نغير تعاملنا مع الناس ومفهوم الكرام اللي عندنا اللي احنا بندخله فيفسد علينا مكرم الاخلاق يا سادة عايزين نرجع تاني نفكر في مفهوم الكرامة عشان مفهوم الكرامة ده الناس لما بتستدعي بتستدعي عشان نفسها بتقولها انت مظلومة انت فيه انسان اذاكي انت لابد ان انت تاخدي موقف فنيجي نعمل مواقف الرجل من يعور انت خليت الولد ده وتخلاص ما عندوش اهل طيب وانت هتستفيد ايه ولا حاجة انت عملت كده علشانك انت عشان ابنك ده بتاعك لا ابنك ده عبد لله كما انت عبد لله فاتق الله في العلاقات اللي انت هتفسدها وهتخلي الولد يحس انه هو جزوره مقطوعة ايه وهتخلوا اولادكم يا سادة ساحة لمعركتكم مع اهل شريك حياتكم لو عملت كده انت ظالم الاولاد مستحة معركة ننفذ فيها سمومنا الاولاد عبيد لله وليهم اعراض وليهم قلوب ولا نتلعب بقلوب اولادنا فده شيء مهم جدا انا بقول لزوجك حضرتك كده اما حضرتك فانا عايز اقولك حاجة ان انت ترفقي بي وخدي زوجك واحدة واحدة وليلي طيب احنا هنعمل اللي انت عملته ده ومن وقت للتاني وصليه الرسائل الايجابية لكن انت بتقولي بعد 18 سنة انا حاسس ان مسائل دخلة في شكل نوع من انواع الاسراع وحلبة المصارعة والملاكمة هو يعمل فيها كده طب وانا ونسي اللي انا عملته فيه انت عملت الكلام ده لان انت كريمة الاخلاق وبنته اصول وعملت الكلام ده عشان يكتب في ميزان حسناتك فما تخليش نفسك الامارة بالسوق تقولك ده بعد 18 سنة جاي يعمل الكلام ده بلا شك ان دي مشكلة محتاجة ددار دي مشكلة ومحتاجة ددار مش محتاجة لنوع من انواع العصبية طب هو كده بيهني وبيهين اهلي لا خليه هو في حالة غضب وانت عليك ان انت تديري معاملتك مع شخص غضبان واذا ما كانتش المسألة كده ارجوكم تعالونا على مركز الارشاد الزواجي عشان نتكلم لان دايما المشكلات من بتجيش سافرة وتكشف عن وجهها وتبقى المشكلات في الداخل وفي العمق ويبدو ان فيه تراكم بينكم فلو شرفتونا في مركز الارشاد الزواجي عيكون احسن عشان نتكلم عن المشكلات الحققية اللي ظهرت في الصورة دي يا سادة شاء ربنا ان اخر سؤال لي صلة شديدة جدا جدا بقضاية الاستهلاك احنا عاديين نستهلك علاقتنا بأحبابنا حد بيقول ان زوجتها تفهم ان المسألة مش مسألة ما تتجاهلها بس هي للأسف كل اساءة لأهلها او كل كلام وحش اي كل أهلها هي تفهموا ان هو كلام وحش عنها لان دي جزرها دي قسرتها دي المنشأ اللي نشأت فيه فعشان كده لازم ما نستهلكش على حبنا لأحبابنا وما نستهلكش كمان قلوبهم لان قلوبهم داخل فيها خواطرهم وبلاش نكسر بخواطر بعض ترجمة نانسي قنقر